بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادون وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد هدد فرعون موسى عليه السلام بالسجن إن اتبع إلها غيره كما كان يظن أن نفسه ربا أو إله وكما قص علينا القرآن الكريم فيما جرى في هذا الحوار بن موسى وبن فرعون الذي قال فيه قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين هكذا قال فرعون لموسى عليه السلام لما أنذكره موسى بإن خالق الإنسان والأكوان هو الله سبحانه وتعالى ولما إنه هدد فرعون موسى بالسجن سأل موسى وقال له هل تسجنني إذا جئتك بدليل واضح تعرف به صدق ما جئتك به كما جاء أو كما ورد في القرآن الكريم على لسانه عليه السلام قال أولو جئتك بشيء مبين فرد فرعون على موسى وهو يشكك في أمر البينة اللي سيأتي بها موسى وقال له فرعون كما قص علينا القرآن الكريم قال فأتي به إن كنت من الصادقين شوف الحجة والبرهان اللي انت عايز تأتي به يلا قدم أرني هذه الحجة وذلك البرهان طبعا فرعون بيقولها الموسى وهو بيشكك في قدرة موسى على أن يأتي بدليل على صدقه فقام موسى بفعل فاجئ بي فرعون وفاجئ بي جميع حاشيته فألقى عصاه فائدة هي ثعبان مبين وفي لحظة خاطفة سريعة تحولت العصى اليابسة التي كان يمسكها موسى بيده حينما ألقاها موسى هذه العصى الجماد تحولت بقدرة الله تعالى العلي العظيم إلى حية عظيمة تسعى فرآها الجميع في غاية الجلاء والوضوح قدامهم عصايا جماد تحولت إلى كائن حي وكانت حية ضخمة عظيمة الحجم ذات فمن كبير أفزعت فرعون فصرخ فرعون منها خوفا وفزعا وطلب من سيدنا موسى أنه يخدها عنه فأخذها موسى بيده فعادت عصى مرة أخرى بتيسير الله تعالى له سبحانه وتعالى العلي القدير الذي يصر ذلك لنبيه موسى عليه السلام وقبل ما يهدى فرعون من هول ما رأى أدخل يده أدخل موسى يده في فتحة ثوبه ونزع يده فأخرجها من تحت ثوبه فإذا هي بيضاء للناظرين تلألأت يد موسى كالشمس الصاطع المشرقة وشعاعها كده يخطف الأبصار فذهل فرعون والملأ من قومه الحضور بما رأوا جميعا من آيات واضحات بينات أفحمت حجة موسى فرعون فقد سمع من موسى حقا وارتعب مما رأى من فعل موسى عليه السلام وانتهى هذا المشهد بمغادرة موسى ومغادرة هارون عليهما السلام قصر فرعون بعد أن أمرهما فرعون بالانصراف واختلى فرعون بعد كده بحاشيته وأتباعه وفي الأتباع بتوع كمن منهم هامان وزير فرعون اختلى بيهم عشان يدرس هيعمل إيه في الأزمة والموقف الكبير اللي هو فيه هو بيدعي أنه ربهم الأعلى وبعدين جاءت آيات واضحات حجة قولية وحجة فعلية رأاها فرعون ورأاها الملأ من حاشية فرعون فأضحى فرعون في أزمة كبيرة وكان الخوف والحقد والغيظ والعاجز كمان زعزع عرش فرعون وأهانه فقال فرعون لأتباعه كما قال الله تعالى وأخبرنا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه ده الاقتراح اللي هو ألهله لم يوافق على هذا الاقتراح القوم أو الملأ في الحال لأنه شافوا أنه ده قرار مفاجئ مخالف للقوانين اللي هي عليها القوانين المصرية القديمة لابد يكون فيه قصاص لابد يكون فيه جريمة قام بيها فهم شافوا أنه ده قرار سريع ما وفقوش في بداية الأمر على هذا القرار المفاجئ لم يوافق فرعون فبدأ وأنت تقدر تحس ده من سياق العرض القرآني أنه بدأ فرعون يوضح لهم أو يبين لهم سبب لجوئه للقتل فقال لهم كما قص علينا القرآن الكريم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد عشان يدفع بيهم يأووا على أنه ياخد القرار ده وده معنى أن فرعون تهز وتهز هزة شديدة من حجة موسى القولية والفعلية والآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ساقها على يد نبيه موسى وهارون عليهم السلام وتشاور القوم في هذا الاقتراح وبعد كده لما لقوا عزم فرعون على هذا القرار وهمش عايز يحيد عنه أيدوا فرعون ولكن فوجئوا بحزقيل خازن فرعون بيعترض على ما أجمعوا عليه من هذا القرار بقتل موسى وأنكر حزقيل عليهم هذا القرار لو نتذكر من هو حزقيل رجل مؤمن من آل فرعون كما وصفه القرآن الكريم يكتم إيمانه ده وصف القرآن الكريم له وهو نفسه ذلك الرجل لو نتذكر في حلقات سابقة أنه هذا الرجل هو نفسه ذلك الرجل الذي نصح موسى بالفرار من عشر سنوات لما أنجاء موسى من أقصى المدينة يسعى عشان يحذره من أن فرعون قرر قتله قصاصا وانتقاما لموت الخباز فان على يد موسى وطبعا سيدنا موسى وقع في هذا القتل قتل خطأ ولم يكن عن عمد يعني من غير قصد من سيدنا موسى ولا تعمد سيدنا موسى أن يصنع ذلك ولم يكن فرعون يعرف قال لهم لو في شهود على أنه هو القاتل أرسل بي الزباحين ليقتلوا موسى لما عرف العبد الصالح أو هذا الرجل الذي يكتم إيمانه سعى من أقصى المدينة يسعى إلى سيدنا موسى ليحذره وينصحه بأن يخرج من هذا المكان حتى يكون في مأمن لما سمع حزقي القرار قتل موسى من فرعون والملأ وخلاص الملأ حاشية فرعون كادت أن توفق فرعون على هذا الرأي برغم أنهم في الأول كانوا معارضين هذا الرأي فقال الرجل المؤمن لفرعون وملأه مستنكرا قراره كما قص علينا القرآن الكريم ذلك وعلى لسانه بيّن لنا القرآن قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذب يعني أكمل كمان وقال لهم يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا إلى نهاية الكلام والتفاصيل إلا قالها حزقيل وهي جاية بتفصيل في سورة غافر نصح كتير جدا وكان لديه من العلم إنه يكلمهم بي وقعد يذكرهم بما حدث لقوم نوح وقوم عاد وقوم سمود والأحزاب وإنه يوم الأحزاب وإنهم تتخلي بالكم من يوم التناد وبدأ يقول كلام كتير حزقيل يحذر به فرعون وملأ فرعون اكتفينا مما ذكر بهذا القدر من سورة غافر عشان نشوف مدى نفهم وكذب موسى اللي جت في سورة الحج حزقيل الرجل المؤمن شاف إنه موسى لم يرتكب جرما يستحق عليه القصاص بالقتل بل هو دعاهم إلى الإيمان بالله الواحد الأحد وقدم البرهان على ذلك إيه البرهان؟ آية العصى اللي تحولت إلى ثعبان وآية اليد التي أخرجها من فتحة ثوبه فأصبحت بيضاء شديدة الإشراق واللمعان ونصح حزقيل هذا العبد الصالح نصح فرعون وملأه بإنه لو موسى ده كان كاذب فما يدعي يعني لو هو بيجذب في الأشياء التي يخبرنا بها فإن الضرر ده بتاع الكاذب بتاعه حيعود عليه الواحد وإن يكن موسى صادقا فيما يدعي من إنه نبي ومرسل وإن معه المعجزات التي تصبت ذلك كما رأينا فإن قتلتموه فإنه سيلحقكم وينزل بكم بعض العذابات التي يعيدكم بها ويحذركم منها وبعدين أردف الكلام بحكمة نورانية فقالهم فالله لا يوفق للهداية من هو باغ طاغ متجاوز حدوده في قراراته وأفعاله وأقواله ولا يوفق للهداء من هو كثير الكذب دائم الكذب ثم نادى الرجل حسقيل العبد المؤمن الذي يكتم إيمانه من آل فرعون نادى قومه ونسبهم إليه عارف لما تقول تكلم ابنك أو بنتك فتقول له يا ابني اسمعني يا بنتي اسمعيني فتنادي والنداء فيه تودد وبعدين تنسبهم يا ابني يا بنتي فبتقربهم إليك فوألهم نسبهم إليه ترقيقا لقلوبهم وقال لهم يا قومي يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يعني أنتم اليوم أصحاب السلطة والسلطان والقوة بإيديكم إدارة الأمور وتقدروا كمان أن تقوموا بإصدار القرارات ولكن إن لم تكن هذه القرارات مدروسة أو محسوبة فستكون عاقبتها وخيمة على الجميع لأنه إذا جاء عذاب الله ونزل عقابه بنا فمن يرفعه عننا أو يدفعه عن ساحتنا هو بينصح فرعون والملأ لأنه شاف أن فيه عدرفة وشاف أن فيه حق واضح هم لا يريدون أن يستمعوا إلى الحق الذي حدثهم به موسى عليه السلام لم يستمعوا إليه الاستماع الواعي وفي نفس الوقت أنكرت أعينهم الآيات آيات موسى معجزات موسى الواضحات البينات التي أيده الله تعالى بها دلالة على صدق نبوته عليه السلام هل لما سمع فرعون الكلام اللي قاله حسقيل يعني انتبه لقد استمع فرعون إلى حسقيل لكنه لم يعجبه هذا الكرام وأراد شيئا آخر نتعرف على الشيخ الشيء الآخر ده إن شاء الله مع تكملة مشاهد هذه القصة في الحلقة المقبلة وأراكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قناتنا قناة أون ومشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي كذلك القناة الفضائية المصرية مرحبا بكل أسادة المشاهدين في كل مكان وننوه سريعا إلى الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة ناتي عمارة ده اسم صفحتنا بنكرر التحذير إنه الإجابات فقط من خلال الشاشة وليس من خلال أي صفحة من الصفحات التواصل الاجتماعي إحنا الإجابة من خلال الشاشة وإحنا مخصصين يوم الأربع من كل أسبوع للرد على أسئلة حضراتكم بنذكر حضراتكم أن نلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء من السبت للثلاث بنكون في رحابة تفسير الموضوعية لصور القرآن الكريم وبنتشرف نستقبل أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة وقدر الطاقة بحاول أجاوب على أغلبها في ذات الحلقة ويوم الأربع من كل أسبوع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة وبنعرض يوم الأربع كمان فقرتنا فقرة كتاب قلوب عامرة ورواية فيها إحنا بنقرأ فيها برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل ناخد أسئلة السيدة المشاهدين النهاردة أستاذة نغم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا إزاي حضرتك عامداء الحمد لله أنا أسعد إذاعات حبيبتي أبدا أسعدتين كان فيه سؤال حبيبتي من حوالي شهرين بس أنا ما أسمعته خيرا الحسنة من عند الله والشر من أنفسنا كل من عند الله حاضر السؤال الثاني يا ربنا أنا دعوني أستجب لكم كل حاجة مقدرة ومكتوفة هو عارفها فبندقله ليه نعم كل حاجة مقدرة ومكتوفة فبندقله ليه هو عارف كل حاجة يعني آه إذا بتقولي إيه فائدة الدعاء طالما إنه آه آه حاضر وأحافظه على الصلاة الوسطى هل هي العصر أم الفجر حاضر السؤال الأخير فيه مامة جارتي ست فوق الثمانين سنة بيصلي ركعتين بعد سنة المغرب باسم الصلاة الوحدة ففي حاجة نها كده بتعمل إيه بتصلي الصلاة بعد ركعتين بعد سنة المغرب بتصليها بتقول دي صلاة الوحدة عشان ما بقاش وحيدة بالقبل آه بعد المغرب هل هذا ليه صحة يعني آه هل هذا ليه صحة حاضر شكرا في حاجة تانية في شؤال خامس ولا حاجة أستاذ سميرة أهلا وعليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أستاذ سميرة الله يعزك الله يعزك أمين أمين اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوهن وتبيض وجوه أمين يا رب أجمعين فضل نعم أسعى الرزيج أنا مش بعلاق لازم حادثك أبتك بكده بس أنا بتاعتك خالص وكل ما بقرأ في المصحف بتبع نقصة خالص في القرآن في القرآن يعني قرآن اه قرآن وأنا بسطلح رمين أنا عمقاشها كده بس أنا بسطلح حادثك عشان أخطح المصحف بعد أقرار أنا بصلي وبعد بسطل بقعد جنب القرآن الكريم بسمع الحديث صورة بيقولها الشيخ أنا باعد أراها معاها وهو كأحيانا بيوقف يعني في البلد الإسلام وأنا أقول صدك الله العظيم وقف هل كده صحيح بس أنا يعني حضرتك بتكتهدي مع المزياع أو مع الإداعات المعنية بالقرآن الكريم فهم يقروا حضرتك تقري وراهم عشان ما يفتكيش القراءة المظبوط ربنا يفتحها على حضرتك يسر لك وأنا ما بعرفش عندي تلك بسطلح فيك الخير كله حريك بتتسألي الأسلوب والطريقة دي إيه يعني كده صحي أنا أعود قدامك حاضر بتكتهدي على قدرك حاضر حاضر يا فهم عشان حاضرتك ده بيشفى علينا وحان أقول لنا والحمد لله رب دعاني نعم وهي شيء ماتع تلاوة القرآن الكريم وقالك سؤال داني إن أنت حضرتك بتقصوتك بيخلي أني يفرسك كده والله العظيم يا رب يبارك في عمرك ربنا يحفظك آمين أجمعين في سؤال شكرا آمين ربنا يحفظك رب ويبارك فيه ويراضيه يا رب شكرا معنا أستاذ محمد إزيك يا دكتورة أهلا وسهلا يا حبيبي ربنا يحفظك ويبارك في عمرك أنت عندك كم سنة خمسطعش أنا عايزك تدعي الضم إذا ربنا يشفيها ويقفيها عاوز ربنا يشفيها لولدتك يعني ربنا يشفيها ويعفيها أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها أنا عايزك تدعي إذا ربنا يزعني ويشفيه ويتيه صحي أنه ربنا أنا مش سمع صوتك كويس وندعي وندعي للوالد كمان بالشفاء ولا بأيه لأ بالمرير ربنا يشفيه وعفيه أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه الهدى والشفاء قول تانية محمد الهدى والشفاء الدعاء مضمون الهدى والشفاء حاضر يا محمد ربنا يفتح لك يا رب يا محمد ويديك ما تريد وفوق ما تريد هنطلع الفاصل وبعد الفور ربنا يكرمك يا محمد أنت يعني وانت كمان تدعي لهم وحندعي لهم جميعا والسادة المشاهدين الطيبين هيأمنوا معنا وكمان في صلواتهم وخلواتهم يدعوا لوالديك بالشفاء ولجميعنا بالشفاء والهدى اللهم أمين يا رب العالمين أسيب حضرتكم مع الفاصل أهلا وسهلا بحضرتكم الأستاذة نغم بتسأل عن قوله تعالى قل كل من عند الله المعنى أنه الجميع كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره يعني وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسبب نفسك أن هي تتسبب أو أن هي فقد تسببت للإنسان في اكتساب بعض السيئات فصارت هذه من عمل الإنسان كل حاجة مقدرة والله سبحانه وتعالى وضع القوانين في الكون ونظم هذا الكون وهناك سنن في هذا الكون فيعرف الإنسان أنه كل حاجة بتصيبه بقدر الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره وعلمه وحكمته جل جلال الله وطبعا للآية كان لها السياق أو لها مما قيل فيها في أسباب نزلها أن البعض من اللي دخلوا الإيمان لما كان تصبهم غنائم ومش عارف إيه فيقول لك أو خيرات أو تصبهم خيرات الدنيا من ازدياد الثوراء الثروات ولكده فيقولوا إيه ده من عند الله ولو جت لهم سيئة وبعد كده يقولوا لا ده من عندك أنت يا محمد بسبب أن احنا اتبعنا دينك فده خلل أنه بنوا قضية الاعتقاد والإيمان على المنع أو العطاء والإيمان أعمق وأكبر من ذلك بكثير لأن العطاء امتحان والمنع امتحان فلابد الإنسان يعلم هذه المسائل الدقيقة في الاعتقاد المسألة التانية اللي حريك بتتكلمي عنها بتقولي أن ربنا كل حاجة كتبها وكل شيء مقدر ومكتوب فإيه فايدة إن إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة عظيمة وكبيرة ومطلوبة ولابد الإنسان إنه يعلم إنه من الإرادة الحرة اللي ربنا ادهاله إنه يقدر الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى إذا ما أصابه ويقدر ما يدعيش هل معرفة أو هل علم الله سبحانه وتعالى بما يخرج منا أو بما يكون من الإنسان معنى إلزام الإنسان على إنه يقوم بالحاجات دي في دائرة افعل ولا تفعل يعني لو إن إنسان مقدر إنه حيمر بمشكلة كبيرة وامتحان كبير حيمر بالامتحان ده اتنين من الناس واحد أول ما تصيبه الشدة دي يتوجه إلى الله بالدعاء ومكتوب في القدر إن فلان ده لما لأنه ربنا عالم كل حاجة من قبل ما تحصر يعلم سبحانه وتعالى وهو الخالق إنه فلان ده لما هيتعرض للمحنة الشديدة دي يتوجه إلى الله بخالص الدعاء ويكون الدعاء ده سبب في إنه رفع القضاء أو لطف الله فيه وآخر مكتوب ومعلوم أزلا بعلم الله القديم إن فلان الآخر ده لما يمر بالمشكلة الكبيرة يتزمر ويتضجر ولا يدعو الله سبحانه وتعالى ويتأفف ويأس من روح الله فبتحصل للإنسان مشكلات بسبب إنه لم يستقبل القضاء أو لم يستقبل هذا الأمر بما يجب أن يكون استقبال الإنسان المؤمن من إنه يعلم إنه كل حاجة خير حتى الشيء اللي أنا شايفه إنه صعب بس بقى أكون عندي أدب في التعامل مع مجريات الأمر اللي قدر علي إن أنا نعيشه من تصريف القدر اللي أنا بعيشه فمعلوم أزلا إن سين ده هيكون منه التصرف الحسن ويكتب له فك كربو بفضل دعائه والآخر يطول عليه الأن بصابة بسوء أدبه فالعلم ده مكتوب بناء على معرفة الله تعالى بما سيكون منه لأنه هو اللي منحنا حرية الاختيار والفعل في دائرة افعل ولا تفعل لأن الله سبحانه وتعالى عدل جل جلال الله يعلم ما هو كائن وما كان وما هو كائن وما سيكون الحياة بتعتنا في الدنيا لإقامة الحج علينا والله تعالى بنا جميعا وبكل شيء عليم جل جلال الله بالعكس أنا لما أسارع وأدعو الله سبحانه وتعالى وأسأله من خير الدنيا والآخرة وأسأله أن يلطف بي وأسأله أن يخفف عني وأسأله أن يصرف عني السوء كل ده معلوم أزلا أن فلانا دي الست نغم هتمر بالمشكلة دي حتى وفي غير المشكلات هي من أهل الدعاء وأنها هتمر الده وتدعي فيكتب لها معلوم أزلا أن ده هيكون منها فبسبب حسن صنيع عملك من هذا العمل الصالح بالتوجه إلى الله بالدعاء يكتب لك الفرج يا صاحب السؤال أستاذ نغم بالنسبة لصلاة الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حضرتك عاوزة تعرفي إيه الصلاة الوسطى صهي صلاة العصر على قول جمهور العلماء الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على قول جمهور العلماء بالنسبة للسؤال الرابع صلاة ركعتين بعد المغرب باسمهم صلاة الوحدة عشان ما تكونش وحيدة في القبر حقيقة أنا ما عرفش حاجة اسمها صلاة بهذا الاسم لكن ما أعلمه أن مطلق التنفل مرغب فيه وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ما بين المغرب والعشاء كان النبي يعني يتنفل ويتطوع بيئة صلاة ما بين المغرب والعشاء وده أمر مشروع وله أجر وثواب أما صلاة بهذا الاسم فلا ويؤنس الإنسان في قبره مجموع جملة صالح عمله في الدنيا الأستاذة سميرة ما بتعرفش تقرأ القرآن الكريم قراءة منضبطة وبتتلخبط أحيانا في بعد صلاة الفجر بتقعد تسمع قراءة القرآن وتقرأ وراهم وتجتهد في القراءة من المزيع أول حاجة يا سيد سميرة إحنا بنستمد من الله سبحانه وتعالى إنه يدينا القوة على التعلم وفي نفس الوقت إنه يفتح لينا في العلم اللي إحنا عايزين نتعلمه وما أجمل علم كيف يطلق القرآن الكريم فدايما تدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه ربنا سبحانه وتعالى يزيدك من فضله فأقول ربي زدني علم أقول ربي زدني علم ربي زدني علم لو كان عندي علم قليل يعني يزيد تسألي الله سبحانه وتعالى يديك المدد بالزيادة الطيبة لتقدري إن شاء الله تعرفي تقري بيها القرآن الكريم وطبعا علمنا الله سبحانه وتعالى وردت للقرآن ترتيلة فهذا العلم الخاص بتلاوة القرآن الكريم علم عظيم وعلم بيحتاج صبر ومثابرة وبيحتاج تعلم فلو هناك حد يقدر يقري حضرتك ياريت في متطوعات بذلك بيعملوا كده تقعد إن شاء الله تقبلك مرة في الأسبوع تقرأ قدامي كنت تقري وراها ده شيء حلو طب أنا ما توفرش ده فبدأت أعمل ده مع المزياع أو الإزاعة بسمع أو على الجهاز في التطبيقات أسمع الصورة مكررة أكتر من مرة كل ده جميل بحسب ما هو متيسر لحضرتك ونحسب ما تفعليه من المجاهدة في تعلم القرآن الكريم وربنا يفتح عليك ويزيدك من فضله وقل ربي زدني علم هيبقى معانا الدعاء لوالدي محمد خلاص السادة المشاهدين الكرام في صلواتكم وخلواتكم تدعو لوالدي محمد بالهدى والشفاء ونحن معهم جميعا وربنا أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي والديك وأن يمن علينا دائما أبدا بالهداية والقبول يا محمد اللهم أمين أجمعين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك يا مولانا نصرا عزيزا نسألك يا مولانا فتحا مبينا نسألك يا مولانا عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة